الحزب الشيوعي الذي تصدر المشهد السياسي وسوق نفسه بأنه قائد الفترة الانتقالية وهو الذي وعد الشعب بحياة رفاهية إبان الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط حكومة الإنقاذ يعود مجدداً لتسويق نفسه في خندق المعارضة رغم أن كوادره ما زالت حاضرة في الوزارات وجميع المناصب القيادية الأمر الذي يبعث على الاحتكاكات بينه وبين جهات الحكم حيث اعتذرت وكالة سونة عن استضافة المؤتمر الصحفي للحزب بشأن موازنة عام 2021 رغم موافقتها المبدئية وبعد موجة من الانتقادات عرضت سونة مختطفات من المؤتمر لا تتجاوز بضع دقائق ما يكشف عمق الخلاف بين الحزب الأصيل وروافده فالسياسة والمناصب تجعل من الأصدقاء أعداء متشاكسون وجه الحزب في مؤتمره الصحفي انتقادا لاذعا لميزانية العام الحالي وقال بأنها تأتي تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي وأوضح أن رفع الدعم عن السلع الأساسية أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ووصف الحزب ميزانية العام الحالي بميزانية الجوع والفقر والمرض وتوسع الحزب في نقده ليطالب بإسقاط الحكومة وحل المجلس السيادي وتشكيل مجلس بديل مكون من المدنيين فقط وتكون صفته تشريفية يأتي انتقاد الحزب الشيوعي لموازنة العام الحالي رغم أنه كان العنصر الأكثر فعالية في تسيير ملفات الحكومة الانتقالية والذي أدى للواقع الحالي حيث لا خبز ولا وقود ولا دواء واحتجاجات تصل إلى أعتاب القصر الجمهوري بينما الساسة منشغلون بخلافاتهم حول تقاسم المناصب